ازايكم وعملين ايه؟ كله تمام؟ طيب كلنا اي حد في الدنيا اكيد عاوز يشتغل واكيد عاوز يكون لقمة عيش بالحلال طيب فيه ناس بتستغل الموقف وتبدأ تعمل ايه؟ تعمل اعلانات وظائف مضللة وتضحك عن الناس وتجذب وتزيف وتضلل وتدلس وتعمل كل حاجة من ناحية تانية ارجع اقولك طيب يا جماعة ما هو برضو دور الدولة انها تخلق لنا فرص عمل علشان نعرف نشتغل مش هقولك رأيانا لكن هقولك انه بالارقام هو الدولة بالفعل بتوفر فرص عمل بالفعل الدولة بتقلل من حجم البطالة ومن معدلات البطالة ده بالارقام المعلنة والموجودة سواء زكاة اللي عندنا او اللي موجودة في المؤسسات الدولية طيب ايه الدور اللي بتلعبه وبتقوم بيه وزارة العمل القوى العمل بيعملوا ايه؟ ده مهم جدا طيب وبيعملوا ايه في اي اتجاه او في اي زاوية يعني ايه فرص العمل المتوفرة طيب ونقدر التحق بها ازاي وقدم ازاي اصحاب الهمم بالمناسبة يعني برضو اكيد ليهم حق في العمل وحق في الانتاج وحق في التمكين الاقتصادي الاخير وخليني رحب جدا وبشدة بدفتنا العزيزة استاذة هي بقى احمد مدير ادارة خطبال التشغيل في الوزارة اهلا بيك يا فرص اهلا بيك يا فرص عمل النهاردة للشباب اه طبعا احنا في الجمهورية الجديدة الارثة قواعدها السيدة الرئيس عفتاح السيسي وكان من اهم النقاط فيها خفض نسبة البطالة وفعلا نسبة البطالة من سنة 2014 الى النهاردة انخفضت من نسبة من 13% الى 7% مناء على البيانات الهاردة من جهاز مركزي للتعبية والاحسن انا هقاطع حضرك في الحيط تاني انخفاض معدل البطالة بهذا الشكل لو انه معدل السكان او عدد السكان ثابت يبقى احنا عاملين حاجة عظيمة جدا طبعا طب في اطار ان معدل السكان عندي بيزيد والداخلين الى قوة العمل بطبيعة الحياة بيكبروا فبيزيدوا فكده اللي معمول يعني حاجة مزهلة اه طبعا ماشي احنا النهار طبعا في مشروعات قومية عملاقة يعني الدولة قامت بيها بزل التحديات اللي كانت بتعرض بيها الدولة الفترات اللي فاتت احنا عندنا العاصمة الادريك جديدة المدن الجديدة الانشاءات الكباري كل دي كانت بتوفر فرص عمل للشباب وكانت بتخفض من نسبة البطالة بيجي هنا بقى الدور الاساسي للوزارة احنا بنوفر فرص عمل دي من خلال النشرة قومية للتوظيف انا عندي النشرة قومية للتوظيف دي بصدرها مرتين في الشهر بصفة دورية دي بالتنصيق مع شركات القطاع الخاصة بنشوف ايه احتياجاتهم ايه طلباتهم في الوظائف اللي هم محتاجينها وبنبدأ نعد ونشوف فعلا الشركة دي اوراقها سليمة الشركة ايه اللي طلبوه هتطبق الحد الادنى ايه الامتيازات اللي هي هتقدمها للشياب النهاردة وابدأ انا اتابع الشركة بعرض الفرصة بتاعتها على النشرة قومية للتوظيف ثلاث حاجات انا هقطعك كتير برحتك يعني واحد بتتعامله مع القطاع الخاص اكيد اتنين بتتأكده من جودة المناخ الوظيفة لو صح التعبير طبعا تلاتة وده مهم جدا انه يطبق الحد الادنى للاجور طبعا اربعة بتشوفوا بقى اذا كان فيه مميزات اكيد طبعا كانت من اهتمام معالي السيد الوزير حسن شحاتة وكانت توجهاته لينا دايما انا عايز فرص عمل حقيقية المتابعة المستمرة مع مكاتب التشغيل انا الفرص دي النهاردة بجيبها عندي 300 مكتب تشغيل في 27 محافظة بينزلوا تفتيش على المنشآت بيشوفوا احتياجاتهم ايه وبدأوا يجبوا لي الشركات دي فيه متابعة مستمرة مع الشركات في الاحتياجات اللي هم طلبوها في الناس اللي هم خدوهم بتابع المواطن بعد ما كمان بيتمدل عقد بتاعه في الشركة انا بتابعه دي مع مكاتب التشغيل ومع الشركات تاني حاجة انا بعمل ملتقيات توظيف دي بقى مع الجهة معنية مع شركة دولين مع طبعا بالتنسيق دي بقى مع المدريات بتاعتنا مدريات العمل وكان عندنا دلوقتي اخر ملتقية توظيفة كان في محافظة القاهرة كنا حوالي 10 تلاف وظيفة فرصة عمل في 73 شركة واحنا دلوقتي تقريبا بقى انا اسبوع من ملتقية احنا بنتابع يوميا الشركات وبنتابع الاعداد اللي خدوها وبنتابع كمان عقود العمل بتاعتهم وهبنقدم كمان الجديد بقى والحلو بتاعنا ان احنا بنقدم كل الحاجات دي بنتنزل على الصفحة الرسمية للوزارة يعني كان فيه ملتقية توظيف شهر 3 لزول همم نزلت الأسماء والعقود بتاعتهم على الصفحة الرسمية للوزارة وبتابع يا فندم مدى التزام الشركة بالتعاقدات اللي تم إبرامها اه طبعا اه طبعا واي حد يعني اي شاب حصلت اي مشكلة ليه بيجي بيتوجه لمكتب التشغيل اللي هو تابع ليه بيجي الوزارة عنده البوابة الالكترونية للشكاوي بيطبع المجلس الوزارة بيقدم فيها واحنا بنتابع كل ده وبنتابع لكل صفصارات وبرد عليها بنقدر نوفر تقريبا كم فرصة عمل في السنة يعني احنا مثلا كنا عمليين تقرير من تولي معاي الوزير حسن شحاتة الوزارة في اغسطس 22 كانوا حوالي وفرنا مثلا 68 68 ألف فرصة عمل 68 ألف فرصة عمل 68 ألف فرصة عمل من اغسطس 22 22 لحد يعني في حوالي 12 شهر تمام لا تفضل أنا بس كنت عايزة أكد كمان إن إحنا دي فيه متابعة مستمرة على فرص العمل يعني بشكل يومي تقريبا أنواع فرص العمل اللي بيتم توفيرنا إيه؟ كل فرص العمل اللي بيحتاجها سوى العمل أي فرصة عمل؟ آه طبعا مهندسين محامين محاسبين عمل أفراد أمن أي فرصة عمل للشركة بيحتاجها النهار ده إحنا بننزلها على مختلف القطاعات آه طبعا بتعامل مع القطاع الخاص بعد ما بتأكد من جديته طبعا وبتابع مدى التزام جديه طبعا إيه الشروط اللي مطلوبة مني أنا مثلا علشان أقدر أروح أقدم في الوظائف دي غير إنه أبقى متوافق مع متطلبية الوظيفة أو بعمل إيه أو أروح فيه آه عشان النهار ده تقدر تقدم على الوظيفة دي عندك كذا طريقة عندك مكتب التشغيل اللي أنت تابع محل سكنك ممكن تروح لغاية عنده تشوف يعني فرص العمل فيه عايز تروح المدرية مدرية العمل روح عايز تيجي الوزارة اتفضل آه فيه حاجة أسهل بتدخل على الصفحة الرسمية للوزارة على الموقع الرسمي للوزارة فيه كل الوظائف بتاعتنا أنت بتقدر تشوف الوظيفة المناسبة ليك بيبقى فيه كمان أرقام تيفون المسؤولين في الشركات تقدر تتواصل معهم فيه كل البيانات وكل التفاصيل بتبع الصفحة الرسمية للوزارة عظيم جدا طب أنا هسأزني كفان دم هطلع فاصل هرجع بعد الفاصل وهسأل أظن سؤال مهم إن احنا نبقى عارفين إجابته مدى استطاعتنا وقدراتنا على خلق الوظائف لأصحاب الهمم ده مهم جدا فاصل ونكمل الكلام إزايكم عاملين إيه؟ خلونا نجدد ترحيب مرة تانية يبقى لأسهزة هيبة أحمد مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل أصحاب الهمم ناصبكم إيه؟ طبعا كان فيه تكلفات مباشرة من سيد الرئيس في عيد العمال الماضي بضرورة دم جزء الهمم في المجتمع وكانت أولى توجيهات مع الوزير إن احنا نبدأ نشتغل على الملف ده وفعلا اشتغلنا عملنا لجنة مركزية لحصر زو الهمم حصر المنشآت اللي في الـ 27 محافظة وفعلا شغالين على كده وحصرنا تقريبا 70% من المنشآت بنشوف إيه نسبة العمال عندك إنت ليك كم حد من 5% ليك مفروض أن أنت تعاين كم واحد وابتدينا فعلا دلوقتي معينين حوالي 11 ألف من زو الهمم خالي الفترة السنة السابقة دي عظيم جدا هل أنا وأنا بشتغل على ده ببقى بشوف الإمكانيات المتاحة لدى أهلين من داوي الهمم وبالتالي أقدر أوجهه في الوزائف وفي الشركات أو في الأنشطة المختلفة آه طبعا أنا بشوف له بوفر له النهاردة لوظيفة العمل حسب نوع العاقة بتاعته حسب محل ساكنه طبعا يعني بوفر كافة الراحلية لأنهم أهم حاجة لازم أبص العاقة بتاعته إيه وأشوف إيه المناسب له حلو جدا طب هنا هسأل برضو على حاجة كنت بستفسر عنها وإحنا في الفاصل النهاردة الوزارة والتشغيل أو قدرت التشغيل بيحطوا كل الوظائف المتاحة أن أنا أقدر أقدم فيها طيب افترضنا افترضنا أنه أنا مش جوه هذه الوظائف الحالية بس أنا ما بشتغلش هل ينفع أقدم عندكم أو أحط إسمي في قاعدة بيانات بحيث لما يبقى في حاجة مناسبة تندولي آه طبعا في موقع لوظارة فيه يعني أنت تقدر أن أنت تسجل بياناتك كلها فيها وفيه ممكن مكتب التشغيل تروح وتسجل بياناتك فيها وبالتالي يبقى أنا مدودة قاعدة البيانات أكيد طبعا أول ما بيتلقى ليا موقع بيتم إبنائي بيتم التواصل ولا أنا لازم أفضل بتابع لا يعني إحنا فيه متابعة مستمرة في الملف ده طيب هروح على جزء اللي أنا كنت بتكلم عليه بقى في بداية الحلقة المسألة بتاعة الإعلانات المضللة دي فيه كم كذب وعبث ولعب بأحلام وطموحات الناس غير طبيعي ولعب على فكرة العمل ولقمة العيش يعني عندنا مش عارف 3000 وظيفة بمرتب لا يقل عن 10 تلاف جنيه زائد سكن زائد مواصلات زائد يروح الشاب من دول يقدم وبعد ما يقول له خلاص إحنا أنا أخذك معنا هيكتشف إن إلا فيها 10 تلاف ولا سامعة بتاعة إنها 1500 فل و14 وهيشتغل في آخر بلاد المسلمين ولا مواصلات ولا ديهولو ده لو لقى أصلا القصر حصل فعلا إحنا يعني في حملات توعية كتير على الصفحة بتاعة الوزارة بالناشد الشباب فيها إن إنت ما تنساكش النهار دور الإعلانات الوهمية معاه الوزير برضو أكد عن موضوع ده في أكتر من اللقاء لي وفي كل اجتماعاته كان لازم يا جماعة ترجعوا للأساس ارجعوا للوزارة ارجع لمكتب التشغيل اللي إنت تابع ليه هيبقى عارف كل حاجة عن الشركة اللي إنت هبتسأل عليه شوف الشركة دي أوراقها سليمة وأولا مش سليمة لازم عشان يعني ما تقعش تحت فريسة للنصب المكاتب التشغيل عندهم كل البيانات الخاصة بالشركات أبصد روح للمكتب التشغيل اللي جنبك هو فيه في كل محافظة في كل مكان هتلاقي جنب بيتك مكتب تشغيل روح اسأل عن بيانات الشركة دي اتأكد منها تعالى لوزارة عشان ما تقعش فريسة للنصب طيب هل في عندي إدارة ما مكتب ما يتابع هذه الإعلانات ويعمل لها تنقية ويتأكد مين الوهمي ومين الجد احنا المكتب الإعلامي عندنا في الوزارة بيتابع طبعا الصفحة الرسمية دايما الوزارة بيتابع الصفحات دي طبعا وبنناشد وبنوجه كمان مثلا لو فيه شركة شوف نها منزلة إعلان احنا مش واسقين فيه احنا بنقدم البلغ دا على طول الإدارة عندنا إدارة الشركة اللي حالعملها هي بتقدر بقى التابع بتشوف دي فعلا مرخصة ولا مش مرخصة وبناخد الإجراءات لو هي مش مرخصة بناخد الإجراءات القانونية معها طيب ماذا لو حد شاف إعلان من دول رح قدم واكتشف إنه كل ما جاء في الإعلان هقول تسعين في المية منه عجز وبعدين فجئت صحيح هيبقى أول إجابة هتجي لي خلاص يسيب الشركة ويمشي بس الشركة دي كذبت هل في مكان يقدر روح يشتكي فيه الشركة؟ مكتب التشغيل روح هشتكي في مكتب روح لهم كان فيه إعلان وهو معي جماعة أو قدي الصفحة بتاعتهم على فيسبوك وقالوا كذا ولما أنا روح تلقيتهم نصابين أو كدبين في مكتب التشغيل في الوزارة في البوابة الإلكترونية الشكاوية طبعا مجلس الوزارة قدم فيها وإحنا بنتبع كل البيانات دي بنتبعها يوميا تقريبا ملتقيات التوظيف بتاعتكم دي حاجة مهمة جدا هل هي بتغطي 27 محافظة ولا بتبقى في المحافظات الكبيرة؟ لا طبعا إحنا لسه عندنا يوم لاتنين كان عندنا ملتقي توظيف محافظة سوهيك كان بيوفر حوالي 1300 فرصة عمل في حوالي 14 شركة وكان عندنا في شهر 5 في أسيوت الشرقية لا في كافة المحافظات في كل المحافظات دايما بعمل ملتقيات توظيف ووظائف تنفع للكل عامل عادي عامل ماهر دكتور مهندس محاسب زي ما يطلع نصيحة تقدميها لمن يبحث عن عمل طيب أنا قبل النصيحة أقول برضو إحنا عندنا كنا معي الوزير افتتح واحدة توجيه مقابل المغادرة دي الوحدة دي عشان خاطر الشباب اللي هي مسافرة برة أنا اللي هو عنده معاه بقى عقد عمل فعلا أنا هجيبه تعالي الوحدة أقعد هوجهك أعرفك كل حاجة تخص البلد اللي أنت مسافر لها إيه ثقافتها النهاردة لو أنت حصلت لك مشكلة هناك هتتوجه لمين إحنا عندنا تسع مكاتب تمثيل عمالي لو في المستشارين العمالين لو في البلد ما فيهاش مثلا مكتب تمثيل عمالي روح للصفارة يعني هعرفك كل حقوقك وكل واجباتك وكل التزاماتك ولو أنت ما كانش معيك عقد لسه هوريك إزاي أنت تقدر تبحث عن عمل إزاي أنت تقدر تشتغل على نفسك إزاي تقدر أنت يعني توفر فرصة عمل لك طب عظيم جدا أن إحنا مبرح فخامة الرئيس قال حقيقة جملة مهمة جدا فكرة تحديدا رائعة جدا قال علينا أن إحنا نعمل على تنسيق الهجرة الشرعية للبلاد التي عندها احتياج للعمال فأنا أظن هيبقى ملقعة لعطقكم في قدرة التشغيل أنه كنت تبدأوا تحضروا بروجيكت كده مشروع إزاي هنقدر نعمل ده ونشوف المكاتب بتاعتنا اللي موجودة برة وأكيد لازم هتتعاملوا معا بقى الوزارات المناظرة في الدول دي التنسيق مع الوزارات المختلفة وطبعا هنبدأ نشتغل عن ملف ده الحقه أصدنا كنت لسه حتى برح كنت بقول لسه نائبة سلاف وكيل لجلة القوة العاملة بمجلس النواب قلت لها أخشى ما أخشاه أنه شهرين ثلاثة بالكتير ده بالكتير وأن الرئيس يقول إحنا مش اتكلمنا في المؤتمر تاع السكان والصحة والتنمية على كذا والحد دلوقتي لسه ما جاليش مشروع حول مسألة العمالة المصرية وكيفية شرعانة خروج العمالة والهجرة الشرعية لا إحنا بعد تكلفات سيادة الرئيس على طول بنبدأ نشتغل يا الده وقدود يا سوزاهبة سوزاهبة أنا عايز أشكرك جدا شرفتينها ومنورتينها وحقيقة أنا بتكلم بجد أنا بني آدم يحب جدا الأرقام اللي عملته كوزارة وفريق عمل بشكل عام في مسألة تقليل معدلات البطالة قلناك هلت كم فاندي؟ 13% سنة 2014 وسنة ل7% 7% والأكد تاني وإحنا عندنا زيادة سكانية كبيرة معدل 2.2 من 10 بواقع تقريبا مليون ونص مليون و600 ألف بني آدم سنوية بالتبعية بيكبر الأطفال دول ويدخلوا يبقوا شبان في سوق العمل فبالرغم أنه زيادة حجم القادرين عن العمل البطالة عندي ما زادتش تتراجع وبزيلة تحديات البلد وجهتها البلد والعالم وحاجة صعبة قدهوا قدود كل شكرا في مرة تانية أستاذ هبا أحمد شكرا لك يا فاندي أستاذ هبا أحمد مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل بصوا اللي عاوز شغلة هيلاقي أنا من أنصار كده أنا كنت بشتغل 3-4 شغلانات آه أخرج من هنا أروح هنا مش عارف ده من يعني من وانا قد كده من وانا قد كده بشتغل بقيتش للشغلة لأ لحد دلوقتي أي شغلة أنا أشتغل ربما دخل على 50 أشتغل اوعى تقعد في البيت حاطت رجلة على رجل مستني أنك تتخرج من الجامعة هتشتغل مدير عين اوعى تتخرج من الجامعة ولا من المدرسة الفنية ولا من المعهد بتاعك وانت قاعد باشا على القهوة وبتاخد المصروب من بابا ومستني أن احنا هنشغلك في المالتي ناشنل اسعى خش على قدرة التشغيل اشتغل اتعب هتبقى أحسن واحد في الدنيا بصوا بقى جماعة أنا مش هقدر أكمل معكم أكتر من كده عشان كريم رمزي خلاص لسه دوامت قابلين برة في الكوريدور ساعة الفصل بتاعنا داخل معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجو رقم 10 احنا لو كلينا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التسعة سلامت